في تصعيد غير مسبوق هددت السلطات الإسرائيلية بمصادرة مركبات وشاحنات محلات مواد البناء التي تقوم ببيع مواد بناء لقرى غير معترف بها في النقب نحن وأنا كرجل صاحب محل مواد بناء سنعمل بكل جهدنا لدحر هذا القانون من خلال المحاكمة ومن خلال كل الأمور المتاحة لنا هو حلقة من مسلسل التضييق على أصحاب هذه الأراضي وأصحاب هذه البيوت وأيضا حلقة في مسلسل الهدم والخراب التي تقوم به السلطة الإسرائيلية ضد أبناء النقب طبعا هو تضييق لكي يمنع حتى مجرد التضامن أو حتى مجرد التعامل مع أهالي هذه القرى وأهالي هذه البيوت لكي يجبروا الأهالي ويجبروا الجميع على الردوخ للأمر الواقع والقبول بسياسات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الإسرائيلية الظالمة أشغل هذا الحظر الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر المشاركين في المظاهرة الإسبوعية أمام مكاتب سلطة التطوير وإسكان بدو النقب والذين أكدوا رفضهم التام له نحن بنكف إسبوعيا بوقف احتجرية أمام سلطة التطوير البدو في بير السبعة ضد هدم البيوت القانون وزارة المالية وقانون تعسفي هذا جزء من القوانين التي سنتها الحكومة اليمنية المتطرفة على السكان القرى الغير معطرفية وهذا استمرارية لتضييق الخناق على السكان الأصليين للأرض وحرمان قرانا من الاعتراف تتفنن حكومة اليمين الإسرائيلي في تضييق الخناق على العرب في الداخل وتستمر في هجمتها على عرب النقب على أمل بأن تؤثر قوانينها وممارساتها على المواطنين العرب وتجبرهم على ترك أراضيهم